مولود جديد في البيت ظلت أمي تنتظره تسعة شهور تعبت وتألمت انتفخ بطنها كأنها بالطيخة ضخمة شحب وجهها ثقلت حركتها عافت الطعام وأصابها القيء مرة وأخرى ومع هذا كله ظلت صابرة لا تقلق ولا تشتكي ذات يوم فاجأتها آلام متتابعة تقلص بطنها لم تتحمل سرخت فحملها والدي بسرعة إلى المستشفى غابت أمي ثلاثة أيام ثم عادت وقد تخلصت من البطيخة التي كانت تملأ بطنها لكنها عادت وهي تحمل بين ذراعيها ضيفة والبهجة تملأ وجهها أخيرا حضر الطيف المنتظر عمت الفرحة أرجاء البيت حضر الأقارب يحملون هدايا ولعبا وحلوى أتى الجيران مهنئين أضيئت شمون علقت وسائل الزينة الملونة وأطلقت روائح الطيب ذبح أبي خروفا وأقام مأدبة غداء لكل هؤلاء استقبل أبي الضيوف مرحبا بهم تقدمت إحدى النساء مخاطبة أمي من فضلك أتأذنين لي بحمل هذا الطيف وبعد ذلك أخذت النساء يتناوبنا وابنا على حمل الطيف برف يبتسمنا في وجهه ويداعبنا وجنتيه أما هو فكان يقابل كل هذا بالصراخ والبكاء ومع ذلك لم يغضب منه أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر